أعرفين العظيم إسماعيل ياسين الله يرحمه عمل من وجه اسمه صاحب السعادة كان بيقول فيه إيه بقى؟ كلنا عايزين السعادة بس إيه هي السعادة؟ ودي حقيقة يعني إحنا كلنا بندور في حياتنا في كل مراحل حياتنا على فكرة من ساعة ما بنبقى أطفال صغارين لغاية ما ربنا بيفتكر كلنا بندور على السعادة بس أنا بعتقد أن إحنا ساعات كتير بندور عليها في الأماكن الغلط وبندور عليها بالطريقة الغلط وفي الوقت الغلط ومع الناس الغلط والأهم من ده كله زي ما قلنا في أول حلقة أن إحنا دايما محملين الآخر مسؤولية سعادتنا دايما مستنين السعادة ناخدها من اللي حوالينا ناخدها من الآخر ومتخيلين إن السعادة دي مطلقة في حين إن السعادة دي نسبية جدا والسعادة دي بتعدي مراحل كثير قوي في حياتنا فيها أبس وفيها داونز إيه السعادة؟ وزي نوصل للسعادة؟ كابسولة بقى كابسولة تعرفوا قد المهندس؟ كابسولة السعادة دي بتاع كوشك الأخلاق كوشك السعادة إحنا عزين بقى السعادة تعرفوا إن السعادة ما حدش عارف أو ما حدش قدر يعرفها في كلمتين الناس مشغولة بيهم على مدى التاريخ الإنساني وما حدش قدر يعرفهم الحب والسعادة صح كنت أكد أن الحب والحب كم مروروش عارف والتعريفات اللي تحطط له التعريفات هزيلة جدا واكتهدات شخصية سعادة نفس الحكاية فعملوا إيه بقى عشان يخلصوا من الحكاية دي أسبب ماذبة فيه حاجة اسمها تقرير السعادة بيطلع سنوية من الأمم المتحدة يوم عشرين مارس من كل سنة وبيصنفوا الدول على يعني مستوى السعادة اللي متحقق للمواطنين بتوعها حتى الأمم المتحدة بكل علماء مؤسساتها وعياتها ولمانها ما أدروش يحطوا تعريف للسعادة أما لما بيعملوا من القيص ده على أي حطوا يعني سبع حاجات كده للسعادة قالوا طول العمر في صحة يعني ما الناس تعيش سنوات أكتر في صحة قالوا أن الإنسان يبقى عنده الحرية في اتخاذ قرارات مصيرية تخصه قالوا أن يبقى فيه مساواة في السعادة أن الناس تتساوى في السعادة قالوا أنه يبقى فيه الدخل كافي قالوا أنه يبقى فيه إحساس بالكرم يعني أنا الناس اللي حوالي كرم معي وأنا كريم صح ده إحساس عظم قالوا حاجات كده يعني حطوا سبع حاجات كده يعني مش شرط السعادة الفلوس لا 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 بس المستوى المادي أو الدخل ده كان بقى حطوا بقى حاجة تانية قالوا أنه فيه أربع حاجات بتحقق السعادة للبشر أول حاجة الملزات والاستمتاعات الأكل والشرب والفصح والحاجات حاجات حسية الحاجة الثانية الإنجازات ننجح في حاجة ونبقى فرحانين بها الحاجة الثالثة العلاقات الحاجة الرابعة القيم نبقى متوافقين مع القيم منظومة قيم وأنا متوافق وإياها فبقى مستريح حضرتك بالترتيب تقدري تلخبطيه بناء على كل شخص لكن هم لازم يكونوا موجودين لأربعة الملزات اللي هي الأكل والشرب والخروب والفصح المتاع الحسية المتاع الحسية الإنجازات النجاح بقى القيمة العمل القيم القيم اختلفوا بقى ستات عن الرجال لو جبت واحد من أربعة يبقى أنا سعيدة ولا لأ هنا بقى ده ميزان للنسب أقل يمكن هيتوقف على حاجة تانية بقى لها علاقة بالسعادة وهي الرضا يعني الرضا دي القاعدة اللي تحت السعادة لو موجودة بتشيل السعادة وبتكبرها لو مش موجودة أي سعادة تقع يعني مثلا أنت عندك علاقات كويسة وعندك إنجازات كويسة وعندك عيشة حياة فيها استمتاعات كويسة لكن قاعدة الرضا دي واقعة مش هتبقى شايفة ده كله يعني فيها عندهم كل حاجة وتوعسة طب إزاي أفرق ما بين أصفي شعرة كده فرق ما بين إن أنا يبقى عندي طموح وإن أنا يبقى مش راضية أفرق إزاي هي بالضبط زي اللي طالع سلم أنت عارفة في أي سلالم في أي عمراء أو حاجة هتلاقي كده بيعملك درجات سلم وبعدين يقوم عمليك بسطة طلقي الدرجات دي وبعدين البسطة كده تأخذ نفسك فيها شوية فالناس اللي عندهم طموح بيبقى مستحجل وعنده أحلام وأطمع كتير شوية عن بقية الناس بس لازم يوصل البسطة يسترح شوية ويستمتع باللي حصله واللي حققه صح لو السلم طالع من غير بسطة هيبقى بيلهس ومش قادر يستمتع أحد يحقق إنجازات كتير ومش مستمتع بيها ومش دريان بيها فهذا الفرق بين الطمع والطموح الطمع ما فيش بسطة وما فيش حاجة بترضيه يفضل يجري 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 ومش حاجة ترضيه الطموح هيجري برضه بس بيستمتع باللي حققه ويريح في الفترات وبعدين يواصل الصعود الثاني هو بس فيه فرق ما بين الناس يعني فيه حد الإنجاز اللي هيساعده فيه حد العلاقات اللي هتساعده فيه حد الملازات اللي هتساعده فيه حد القيم هتساعده لا بس فيه فرق مهم جدا ما بين رجال والستات فتتوقعوا أنه الرجال يبقى أكبر مصدر عندهم إيه؟ الإنجازات الرجال الإنجازات والستات العلاقات لا الرغي الرغي واللت والعجل من أنه عامل بقى مش عارف وصوره وعمل أبراجه وجايب مش عارف إيه فلأنه هو البرنامج بتاعه مختلف عن البرنامج اللي عنده ترجمة نانسي قنقر